بسم الله الرحمن الرحيم حقوق الإنسان في الإسلام تهدف هذه المحاضرة إلى تحقيق الآتي 1. تعريف الحقوق في اللغة وتعريفها في الإصطلاح 2. أهم الحقوق التي جفلها الإسلام للإنسان 3. خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام 4. مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية وأخيرا شبهات أثيرت على بعض حقوق المرأة في الإسلام والرد على هذه الشبهات 1. أولا الحقوق تعريفها في اللغة وتعريفها في الإصطلاح 2. الحق في اللغة هو خلاف الباطل 3. كما قال الجوهري الحق خلاف الباطل 4. والحق المراد به هو الثابت الذي لا يسوق لأحد إنكاره 5. وإذا قلت هذه حقتي فهذا أمر يعني أن هذا شيء خاص 6. خاص بي وهذا حق لأختص به عن غيري 7. تعريف الحق في الإصطلاح 8. الحقوق هي جمع حق ولها معنيان أساسيان 9. استلاحا 10. المعنى الأول هي مجموعة القواعد والنصوص التشريعية 10. التي تنظم على سبيل الإلزام العلاقة بين الناس من حيث الأشخاص والأموال 10. هذا هو التعريف الأول 11. تعريف 11. استلاحي 12. ينظر إلى القواعد والنصوص 13. التي تنظم العلاقة بين الناس من حيث هم أشخاص 13. وإلى تعاملاتهم كالتعامل في مجال الأموال 14. وبهذا التعريف يكون الحق في الإصطلاح قريب من مفهوم خطاب الشارع المرادف لمعنى الحكم في علم أصول الفقه 15. وكذلك بهذا التعريف أيضا يكون الحق قريب من معنى القانون 15. كما عرفه أهل 15. أو عرف في إصطلاح أهل القانون 16. فيكون بذلك قريب من هذا من معنى القانون 16. وهذا المعنى 17. الذي هو الأول 17. للحقوق 18. والتي هو مجموعة القواعد والنصوص 18. التي تنظم على سبيل الإلزام العلاقة بين الناس من حيث الأشخاص والأموال 18. هذا التعريف 18. هو المراد عندما نقول مثلا الحقوق المدنية 19. أو نقول القانون المدني أو نحو ذلك 19. فينصرف الذهن إلى هذه الحقوق 20. الحقوق المدنية أو 21. القانون المدني 21. أما التعريف الثاني 22. للحقوق 22. فهي بمعنى 23. السلطة والمكنة المشروعة 24. أو بمعنى 24. المطلب الذي يجب لأحد على 25. الغير 25. يعني أنه 25. بمعنى السلطة أي أنه يصبح للإنسان 26. سلطة على 26. على الغير 26. وبهذا 26. المعنى 27. ينصرف 27. ذكر هذا المعنى على 28. مثلا قولنا إن للمغصوب منه حق استرداد 29. ما له المغصوب إن كان عينا فيسترد عين ماله 29. أو كان تالفا فيأخذ قيمته أو كان له مثل فيأخذ مثله 30. إذن هذا سلطة 30. تمكن 31. الذي يقتصب منه المال أن يأخذ هذا المال ويسترد هذا المال 31. أو أيضا أن نقول للمشتري حق الرد بالعيب 32. هذه السلطة تمكن المشتري أن يرد هذا العين الذي اشتراها بوجود العيب فيها 32. كذلك السلطة التصرف على الصغير وعلى المجنون والمعتوه 33. فهذه حق للولي أن يتصرف بما يصلح له في ماله في نفسه 34. وكذلك الوصي هذه السلطة أو حق تمكن الوصي من التصرف في حق الموسى 34. الذي هو وصي عليه بما يصلح ماله ويصلح أحواله 35. هذا هو المراد حينما نقول الحق بمعنى السلطة والمقنة المشروعة 36. أو بمعنى المطلب الذي يجب لأحد على غيره 36. إذن هذين هذان المعنيان يطلق على الحق أو يطلقان على الحق 37. هذا والله أعلم 36. ترجمة نانسي قنع